هيا يا رمي نحن موشي أصدقائي جيتكم في فيديو جديد اليوم يا أصدقائي نفس ما قررت أشوف العنوان اليوم يا أصدقائي رح أرويكم مكان جدا حلو حلو حل 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 اليوم رح أرويكم مكان صيني ترتيب صيني كله صيني لكن تحفة تحفة منه السأقل للكم طبعا هو معبد صيني يا أصدقائي لكن صيني درجة أولى طبعا حل حبيت المكان المكان يجنن الترتيب يجنن يعني ما عرف ما عرف حلو حلو كلش حلو طبعا رح تقدرون أنه صوروا أصحاب القنوات رح يقدرون يصورون فيه أيضا تتحابين يسون صور حلوة أيضا رح تقدرون يسون هنا يعني المكان مكان يتحفة تحفة شكل لكم تحفة يعني ما عرف كيف أوصف للكت جمالة وحتى لما تنشرون يا أصدقائي عليوني صور هذا المكان يشوفوا أصدقائكم عليوني اللي متابعيكم أولا تعرفوهم يعني فممكن أكيد رح يسئلكم على هذا المكان لأن هذا المكان رح يسئلكم مكان مختلف طبعا لسه هذا الفيديو يا أصدقائي رح يقال لكم اسم هذا الماب الماب جدا حلو أنصحكم تدخل وأنصح لكم أوكي ورح يعجبني رح يصور رواي فيه أشياء يعني مثلا إيميل أسوال رح يكون كلش حلو فأوكي يا أصدقائي هسه خالي نبلش بهذا الجولة رح يصطولت أوكي فأول شي بالبداية شوفوا البداية أول شي طبعا لكم مكان أساسي هناك فشوفوا هناك كيف يعني مرتبينة وصير كل أخضر أشياء وشوفوا الدرج كيف مسوي حاطين هذه الأشياء يعني جدا حلو وشوفوا أيضا الأشجار هاي الأشجار يا أصدقائي ما يعرف تبع الهالوين لكن هي استوت هذه البنت أو ولد ما أعرف بالضبط شنو لكن حطت هذه يا أصدقائي أنا حتبرها بنت أوكي حطت هذه الأشياء يا أصدقائي فوانيت على اليقطين لأنه يأكو يقطينات هنا فهي غطت هنا بهذا الني والشكل طالعي جنن رح سوي هيتش حتى أحبيت يعني وشوفوا شكله معابد هيتش يعني تشوفون هالأشياء هواي إذا تحبون الصينيين هوا أشياء فنفس ما تشوفون يعني هالبداية المعبد وهذا يا أصدقائي استعدوا للجمال فأول ما شوفنا هذاني الشكل تبعه هنا يجنن لكن هذا هو المكان أول شيء أرويكم المكان من فوق وجوه يعني هالأشياء فالشكل يجنن يعني ما أعرف الترتيب جدا عجبني يعني ما أعرف كيف جدتي هالفكرة في بالها يعني واو واو الترتيب واو بس ما أقولي هذا الجسر أيضا كيف مسويته يجنن أحب أسوي نفسي تفكرة والله أحب أسوي مثلها وشوفوا أيضا هناك قارب شوفوا هذا قبل أن ندخل على البيت شوفوا هذا شوفوا هذا كيف عود ملابس عود هذا شخص صيني اوكي شكلي المعالقة اللعبة شوفوا طبعا شوفوا الملابس عود هذا شخص صيني اوكي استقائي واو شوفوا هاي الجسر على الشاي طبعا الصينيين معروفين في الشاي طبعا شوفوا كيف دام شو مسوية تحفى يا أخي تحفى أحلى ما بحالين شفته يجنن يا أصدقاء طبعا هسا أريد أدخل على البيت أشوفوا أنا وياكم فمنا الباب شوفوا أيضا حاطين هذا في البداية خلت تخلص الطاقة يلا أوكي أوكي خلص خلنا ندخل أوكي هذا هو الشكل من الداخل تشوفوا عادي لكن بالنسبة إلي الجنن بعض جايسة أيضا أكو شاي هنا وأيضا هذه الفاوانيس موجودة يعني تحفى 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 خصوصا هذا المطيت شكل حلو يعني على شكل جامع أو هذا الشغلة شبابيك أوكي يعني جدا هنطنا noch الترتيب تحفى حابة سوي نفسها هذا السرير الصيني. لكن ما تفعله فيه هنا؟ يجنن كم يوجد كل التفاصيل هنا تجنن تشاهد من فوق كالصير حطها هذا الأشياء التي تكون هنا لا أعرف تحفى وش نحن كيف تصرف على هذا المكان يعني هو غالي هذه الأشياء ستصرف كوينز فهو يعني حلو بس ويستحق الدعم أيضا يا أصدقائي لأنه من جد تستهل على كل هذه الأشياء شوفوا فطبعا خلننزل تحت شوفوا أيضا هذا المكان طبعا شوفوا هنا يا أصدقائي منطري جنن والله هسه يخبل شوفوا هنا في الجسر كيف حط هذاني كراسي وهذاني يعني ما عرف يجنب أسوي صورة صورة بسيطة في هذا المكان تطلع تحفى تحفى وكأنه مكان صين الصدق يعني من بتصميم PXZ بشوفوا لحظة لحظة خلع عدلها خلع عدلها أريد تطلع صورة عدلها أحفظها لأن حلوة جنن أوكي يعني هسه اش فيها هذي الصورة تحفى الجنن يا أصدقائي ورح أنزلها عندي وشوفوا الجلسة متخيل المكان حتى في الصورة يطلعي جنن هسه شوفوا هسه هو صورة على شخصيتي شوفوا كيف حيطلع شوفوا هسه هسه هي الصورة يا أصدقائي كيس صائرة يعني بين الأرنب وماي تعالوا لكم الشلال الموجودة هناك حتى لو سمووا في صور حلوة شوفوا كيوت أوكي شوفوا يا أصدقائي واو شلال ضخم جنن صيني حتى حط أشجار صينية وانتبهوا شوفوا المنظر من فوق يعني تحفى يا أصدقائي كيف أوصف لكم يا هذا كيف حتى تقييم عشر هذا قليل يعني من نسبة لها المكان والترتيب والدقة في المكان والترتيب يعني والله يستاهل كثير فشوفوا هنا شو بيها الصورة واو يعني من جد الجنن الجنن يا أصدقائي أحبيت الماب أهنيها على هذا الترتيب وإذن يا أصدقائي مرتبتهم بشكل عدل يعني صاير كلهم في جهة وحدة فقط فيعني حبيت الترتيب أهنيها على الترتيب قبل أن نطلع من الماب وأقول لكم كيف تدخلون إليها تعالوا رويكم شغلة أتوقع انتبهتوا إلها ممكن أغلبكم انتبه إلها شوفوا لنروح هناك مادم تحديث أرنب فهي شحطة حطة هذه الجزرات شوفوا شوفوا لحظة لكن هذا يا أثاث ما عرفت يا أثاث لكن الجزر كيوت وصغير شوفوا قالت وحدة لأنا حب الجزر وأيضا شوفوا هنا زوري عن ما أعرف الماب عجبني الماب عشرة من عشرة وقليلها بالنسبة للماب فيعني أنصحكم فيه فهسا يا أصدقائي أريد أقول لكم كيف ندخل فتعالوا شوفوا حسا دخلت على العالم الطبيعي وحسا أعلمكم كيف ندخل على الماب فندخل على التطبيقات تتبع الماب ونروح هنا شوفوا الباحث ونضغط على هذه الخانة الجديدة ورح نختار يا أصدقائي هذه الكلمة شوفوا فحسا نضغط هنا هاي اللون أزرق ورح يطلع لنا كل المابات اللي مسوين مدنو هالأشياء فنفس ما تشوفون هذا هو الماب فالماب يا أصدقائي اسمه بوني ولكوت تبع هذا البنت اللي مسوية الماب خمسة تسعة تنين سبعة او ماي جاد ليش داخلي لواحد واحد واربعين والله يراد له واي لأن كلش حل الترتيب فتتضغطون عليه وضغطونه بلاي ورح تدخلون أنا دخلت ستوني بس أوكي رح أعرف لكم يا ودخلت بعد ما حمل فنفس ما تشوفون رح يدخلكم على نفس الماب اللي صورت اليوم فيب ويب يا أصدقائي توقع أنه هذا كان كل فيديو اليوم شرعيكم في هذا المكان شقدت قيموه هل رح تدخلوه بالنسبة لي قيمة 10 من 10 الترتيب يا أصدقائي فأخماني عجبني حيل خصوصا من الداخل بس شوفوا من الداخل كيوت وبس يا أصدقائي كان الفيديو اليوم شاءتكم سمتعوا اشتركوا فيديو في كل مكان وأحبكم وأشوفكم بالفيديو الجاي وبس باي باي